حالة من التأكل تشهدها العملة الوطنية لتفقيد 400% من قيمتها خلال سنوات الحرب الخمس يقابله ارتفاع 300% في المتوسط لأسعار المواد الغذائية الأساسية مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن حذر من تفاقم الحياة المعيشية لملايين اليمنين مع تخطي الدولار حاجز 880 ريال في مريال السعودية تجاوز 230 ريال في مناطق سيدرة الحكومة في انهيار متسارع يرجع اقتصادون إلى فساد كبير وحرب موازية تنذر بكارثة ومجاعة سيتضرر منها أغلب المواطنين بالتزامن مع فشل إجراءات البنك المركزي في كبح جماح الدولار وعدم قيام الحكومة بواجبها بالحفاظ على قيمة العملة واتخاذ إجراءات عاجلة التخبط وغياب الرؤية تشوب البنك المركزي والحكومة اللذان يحاولان الجاهدان جرى خيط الانهيار الحاصل لريال يمنية بعد أن فلت من أيديهم بإيقاف جميع التحويلات الداخلية بالعملة المحلية وعملية البيع والشراء والتحويلات بالعملة الأجنبية وكذا منع بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية المتعلقة بنشاد الصرافة ما لم تكن حاصلة على موافقة مسبقة منه إضافة إلى إغلاق أكثر من ثلاثين شركة ومحل صرافة في عدن خبراء اقتصاديون وصفوا تلك القرارات بالحلول المؤقتة والترقيعية أمام كثير من الثغرات التي دفعت شركات صرافة تتحكم بالسوق المصرفية والمتاجرة بالعملة الأجنبية في السوق السوداء ما أفقد البنك المركزي قدرته على الصيدراء على قيمة العملة الاقتصاديون طلبوا بضرورة ربض جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن وتوحيد أوعية الإيرادات العامة للدولة وتقنين الصرف ومصادر أوامره واتباع سياسة نفقات شفافة وتوريد قيمة مبيعات النفط والغاز للبنك المركزي والتوقف عن تمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية كطباعة كميات جديدة من العملة الوطنية بدون أي غطاء وبدون هذه الإجراءات فإن المراقبين يتوقعون مجاعة مرتقبة ستعصف بملايين اليمنين خلال الأشهر المقبلة غير مستبعدين اقتراب قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى ألف ريال يمني إن لم يتخطى خصوصا بأن المعطيات تنذر بكارثة اقتصادية في ظل انقسام السلطة النقدية ونفاذ الوديعة السعودية وعدم وجود تغذية راجعة من العملات الصعبة من مصادر مستدامة ترجمة نانسي قنقر